أنه خلاص هو عارف يشتغل مدرس هو بيدرس علم نفسه في كلية تربية كي يتعامل مع الطلاب الآن هو بيدرس علم نفسه مش عارف ليه هل سيطبقه أم لا السنة التدريبية اللي بيتضربه طلاب تربية هو بيتضربه ولا يعلم هل سيضيف إليها ولا سيتحول مصاره إلى مجال آخر أكثر ربحية لما يدخل مدرسة فمتعامل مع المواد الدراسية تحصيل حص نعم مدرسة ويتعامل بعقد أو حتى بغير عقد لسنوات طويلة فلا يستقر المدرس في بيته أنت أمام إنسان قلق القلق لا تستطيع أن تأخذ منه أي شيء ضف إلى ذلك أنه دخل كلية تربية أصلا بالصدفة في الوضع الراهن أو لأنه ما فيش أمامه خيار آخر ومن ثم قاطرة التنمية فيها إشكال نبدأ بقاطرة التنمية متشاف الرأس قاطرة التنمية فيما تعلق بالتعليم المعلم 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 وساحة التعليم نفسها اللي هي المدارس يعني إحنا عندنا اكتظار غير طبيعي في المدارس لا قبل الاكتظار فيه صنوف وأشكال كثيرة جدا من المدارس مدارس خاصة مدارس دولية صحيح بس أنا بتكلم على مدارس الشعب ونظري وديني ورياضي أنا بتكلم على القاعدة السائدة وهي مدارس الشعب المدارس بتاعتنا يعني أخذ لبال حضرتك الفصل فيه تسعين طالب ده على مستوى الطلاب مهما كانت قدرات المدرس ومهما كانت قدرات الطالب لا يمكن أن تجد استعام كما ينبغي طبعا هندخل في دوة المناهج نوعية المناهج طرق التدريس أدوات التعليمية إلى آخر فكل المنظومة التعليمية بس بالعناصر مش بالسيستم يعني إذا عدلت السيستم إذا غيرت السيستم إذا طورت السيستم بقيت العناصر كأنك لم تفعل شيء بالضبط يا أستاذنا كأنك بتقول نادي في درجة ثالثة أنت غيرت الأبواب والكوالين والمدرجات لكن أبقيت على اللاعبين نفس اللاعبين والمدرب هو مجلس الإدارة مش هينفع لعبه في الممتاز طبعا لأنه لعب الممتاز بجودة مختلفة إمكانيات الممتاز أمر مختلف مشجيع الممتاز أمر مختلف لابد أن تؤهل العناصر أولا للعب في الممتاز لعل المسال اللي حضرك دربته أخيرا ده قرب الصورة بشكل أجلسي